قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي إن ما تحقق في العاصمة الإدارية الجديدة هو إعجاز بكل المقاييس أضاف مدبولي في مؤتمر صحفي عقب أول اجتماع لمجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة أن الدولة تتحرك من أجل تنمية كل شبر من أرض مصر من خمس سنوات بالضبط كانت العاصمة الإدارية عبارة عن مجرد رسومات وخرايط كان مجرد تخطيط ورسم كان موجود وأعتقد إن إحنا لازم نقول إن الدولة المصرية استطاعت إنها تحققوا إن يبقى بعد خمس سنوات إحنا موجودين في هذا المقر ومش فقط المقر حجم العمل والتنمية اللي تمت في هذا المكان اللي بقول لحضراتكم بمنتهى الأمانة ومن واقع الخبرة الهندسية هو إعجاز بكل المقاييس أن تستطيع دولة إنها تنفذ هذا الحجم من العمل في خمس سنوات فقط في عاصمة جديدة وحقولها بمنتهى الأمانة يعني طبعاً ده فضل وكرم كبير جداً من ربنا ولكن لو لا الإرادة السياسية لفخامة الرئيس عبدالفتاح السياسي ومتابعته اليومية للشغل مش هقول حتى متابعة إسبوعية اليومية للعمل مع كل الجهات احنا ما كناش النهاردة نبقى موجودين في هذا المكان ترجمة نانسي قنقر